وأن الأزمات الداخلية التي يمر بها العراق تؤثر على رغبة ساسته بلعب دور مهم في المنطقة بل أن الواقع قد يكون على العكس من هذا فبينما تتعرض الحكومة العراقية لأحد يعنى في التحركات المعارضة لها والتي هددت للمرة الأولى في تاريخ عراق ما بعد صدام بسحب الثقة عن الحكومة وإقالة رئيس الوزراء نور المالكي فإن رئيس الحكومة توجه بقوة إلى دول العالم وأعلن أن العراق راغب بإقامة علاقات مع جميع الدول وأنه لا يتحسس من أي دولة على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي وهو ما فهم لدى البعض من المراقبين على أنه دعوة لإذابة الجليد مع قطر أو السعودية أو مصر التي وصل الإسلاميون إلى قيادتها أو ربما حتى تركيا التي تتهم الحكومة العراقية بالطائفية ووصلت العلاقات بينهما في الفترة الأخيرة إلى درجات غير مسبوقة من التشنج الممزوج بحرب كلامية شديدة اللهجة لكن هناك على الجانب الآخر ما يصلح أن يطلق عليهم السقور المتشددين في الساحة العراقية والذين قد يحاولون توجيه دفة علاقات العراق وفق رؤاهم فقبل ساعات قليلة من خطاب رئيس الوزراء كان وزير النقل وزعيم منظمة بادرهاد العامري يوجه خطابا شديد اللهجة إلى العرب يتهمهم فيه بترك سوريا وحيدة أمام التهديدات التركية ويتساءل عن موقفهم في حال كانت إيران وليس تركيا هي من يهدد سوريا ليضيف أيضا أن العراق له صوت مسموع في الأحداث التي تجري على القرب منه وإذا كانت تصريحا المالك والعامري مختلفين أو ربما متضادين بالنسبة للكثيرين فإن مراقبين يشيرون إلى إمكانية وجود تنسيق بين الحليفين القويين خاصة إذا وضع في الحسابات أن هناك إشاعات تشير وبقوة إلى نية تركية لضرب سوريا عسكريا خلال الفترة القليلة المقبلة ما يجعل التصريحين يبدوان وكأن العراق يقول لتركيا أو السعودية أو قطر أو أي دولة داعمة لإسقاط النظام السوري أنهم بذلك يضحون بإمكانية إقامة علاقات واعدة مع العراق في حال قرروا المضي في توجهاتهم لضرب البلد الذي تراوحت معه علاقة العراق من العداء والاتهام بدعم الإرهاب إلى الصداقة القوية